السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس 29 شباط فبراير القمر الآن موجود في برج الميزان لغاية الساعة 3.9 دقائق من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 1.55 دقيقة من بعد ظهر يوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8.12 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا ما زال القمر الآن بشكل خلو المسار خلو المسار الطويل اللي بدأ من مساء يوم الثلاثاء رح ينتهي خلو المسار الساعة 3.9 دقائق صباحا من صباح اليوم بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب يعني ما زلنا بفترة خلو المسار لغاية ساعات الصباح وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3.9 دقائق صباحا القمر خلص بنتقل بيستقر في برج العقرب عشان هيك ما بنعرف خلال هذا اليوم الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم جدا في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكننا أنه أي شخص ينفجر عند أي مهاجهة أو كلمة أو انتقاد في من حوله يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أيضا فترة مناسبة للاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات أو المنازل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة برضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا طبعا رح تستمر هذه الزاوية لأيومين قادمات بنتشجع لممارسة نشاط بيضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذي أو الأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول هو فترة مناسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوة القضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 51 دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر ابتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات طبعا هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم ولازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب طبعا لا يصلح إجراء العمليات الجراحية الكبرى لهذه الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب أو رح يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون الساعة 7 أو 47 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 1 و55 دقيقة بعد ظهر يوم السبت لا يستقر القمر بعديها لا في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 20 يوم في تمام الساعة 8 أصدقها أكمسان بصغير 21 يوم نسبة الإضاءة 76% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 60% القمر في الميزان ورح ينتقل لبرج العقرب في ساعات الصباح ورح يضل في برج العقرب لغاية يوم 2-3 طبعا سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الحوت حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 75% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر من الآن ولغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكم في عدد تنظيم اموركم المالية اهمش انه ما تهمل صحتكم ابتصبح لاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي اعمالكم صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور واصلوا اعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن ولغاية ساعات الصباح وما تبادروا لأي عمل جديد حاولوا انكم ما تهملوا صحتكم اما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ابتتعقد الامور وبتطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذروا القطيعة والدعاوة القانونية خلال هذا اليوم خاصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بوسعكم قضى وقت ممتع مع احباكم والاهتمام بمسائل تتعلق بالترفيه اما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذروا ايضا من المشاكل الصحية والخلافات مع زملاكم بالعمل برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان من الآن وحتى ساعات الصباح تجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت اما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء وعاد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وبتحل المسائل عالقة او مسائل كانت مستحيلة فترة ايجابية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح اللي بده يتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد اما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة طبعا للسفر والتنقلات والاستثمار برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكوا تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة من الآن وحتى ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار بتكثر النشاطات على حسب حق الاقتصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم شنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بالظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا لاي عمل جديد بل واصلوا عمالكم الاعتيادية من الآن وحتى ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهم شنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ولا تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم اليوم لأمور مالية او امور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح حاولوا انك تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة بيترى تغيير للأفضل على صحتكم من ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا بين الاصدقاء اهم شي انه ما تعتمدوا كثير على وعود ممكن تقطع الكم من احدهم من الان وحتى ساعات الصباح وحاول انك تضبط اعصابك اما من ساعات الصباح حون بتكنتبهوا اكثر لصحتكم لا توقع على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الامور بهدوء وابتعدوا عن الاضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب امالك وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الان وحتى ساعات الصباح واصلوا اعمالكم الاعتيادية ولا تبادروا لاي عمل جديد اما من ساعات الصباح بتلتقوا الاصدقاء بإمكانكم تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لانه بتجدوا اليوم حليف يدعم تصوراتكم وممكن يتوجه لكم دعوه لحضور حفلي او مناسبة سعيدة او تسعدوا من لقاء الاصدقاء اهم شي انه ما تستسلم بل كرر المحاولات برج جدلو بالنسبة لموليد برج جدلو اللي بدي يتقدم لامتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود واللي عنده سفر بده يتفقد امتعته اما من ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضعوا لعدة تجارب مهمة اهم شي انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع ولكن فترة فيها بعض القلق والتوتر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت من الان وحتى ساعات الصباح تجنبوا اي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشغلوا في مسائل تتعلق بسفر او اتصال بعيد ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش موضوع بقوة وذكاء ورح تتجرأ على رفض اي شي ما بناسبك لا تخشى شي بل ثق بنفسك اكثر فترة مناسب لخوة تجربة جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء